السلام عليكم نتمنى لكم تكونوا باخر والاخر اليوم اجبت لكم واحد الوصفة التي سوف تهنيكم نهائيا نهائيا من مصمار الكيف مصمار الكيف أو مصمار اللحم أو في مصر يقولون عين السمكة مهم هذا المصمار الكيف هذا المصمار الكيف عبارة بحلب خلايا الجلدية تكون ميتة و تكون قاسة تراكملين على سطح الجلد سوف نتمنى لكم اجبت لكم مكون بسيط الذي موجود في أي دار و سوف يتهن و نتيجة كتبان في خلال أسبوع تبعوا فيديو و لا تنسوا تضعوا لايك و تضعوا الابوني و تفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد تبقوا معي الاخر الوصفة اول شيء هو نشد الرجل سوف نتمنى لكم سوف نتمنى لكم الماء يكون دافي سوف يكون السخونة جيدة سوف نتمنى فيه الملح الملح الغليد و إذا لم نتمنى لكم نتمنى لكم ملح الطعام نتمنى لكم ملح الطعام و نضعوا عليه بعض البيكاربونات ملح الطعام حاولوا بأن الماء يكون قليلا سخونة يعني تكون بزز لكي تحمل السخونة ملح الطعام ملح الطعام سوف نتمنى لكم ملح الطعام و نضع الطعام للعلم أنا وولدي في جوجنا هناك ملح الطعام ما اصبحت و نأخذكم السمار و نرى محفر في فضل قبل استعملت الوصفة سأخذ الوصفة و قلت نجرب ما هنخسرته حاجه يعني مو كوين بسات موجود فده ما هنخسرته حاجه هذا هو المسمار الكيف اللي كيف ينفرج وهذا اللي كيف ينفرج لي العين هذا اراني استعملت شحل من بومادة و مامشيش لي عندي دابارة مدد كتر من خمس شهور خمس شهور و قاسح كيف ينبس شي سبات و اشي حاجه مهم كنشدو كنديره و رجلينا بحلقه و احتيت رجليه و كان نبقى في ذلك المادة في برادة نحسو بها برادة يعني كان نبقى و سيصير رجلينا فيه و من بعد نمسحوه جيد و نمسحوه جيد انا اعطي لكم الابلكاس اعطي لكم على ولدي طريقة كيف ينسع لولدي ما من كي يبقى ترتابلينة الجلدة و من هنا نبقى مرقضين في ذلك الماء والملح و البيكاربونات يعرفوا كيرطاب لنا ذلك المسمار الكيف و هذا هو المكون اللي غادي هنيكم من مسمار الكيف اه ماطيشة ماطيشة ببوحدتها ما غادي تدير معي تحاجه اتشدتي ماطيشة ببوحدتها اتقطعيها على القياس ذيك المنطقة اللي فيها مسمار الكيف انا هنحيي الدابة هتطرق على الطرف كبير شي هيردك المنطقة و غادي تجي و غادي تلوي عليها واحد الميكا ولا تلوي عليها سبارادرا ولا تلوي عليها اي حاجة وتلبسي تقشرات وتباتي بها يعني تباتي لها كاملة اه 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 ابدأ تبليكم نتيجة شوية بشوية مهم حناية اه اولدي خلال مدة خمسة ايام مشى نهائيا انايا واحد عشر ايام انا كما قلت لكم قديم فيها واحد عشر ايام مشى بحل ما كانش انا تنظرتها على رجلية صافي و كالوي عليها واحد بلاستيك و ذاك شي و كالبستقاشر و كامل باتي بها و هاتي خاصة الدوم يوميا هاتي العملية هاو النهار الاول كل جلده دياله و هاتي نتيجة من بعد اربع ايام اربع ايام كيبقى هير طرس صغير هذا الرجل والدي يعني غير طرس صغيره هير الخيال دياله امار طب يعني تتحيدت تلك الحروشية تتحيدت تماما و اقسم بالله يعني جربوها و ماليش انو انا اريدتكم يعني قبل ما نستعملها و صورت معاكم قلت الفيديو سنصوره كامل يعني تشوفوا المراحل ديالها اوه هاو دابا مشا نهائيا ما بقى شدك البلاسة ديالته انا ما بقىش انا يا رجلي ما بقىش فيه والو فرانش من الصفاق و غير مكون بسط اللي هو ماطيشة لان ماطيشة تحتوي على كثير من مضادة الاكسادة و الفيتامينات هذا الشيء اللي يجعلها علاج فعال كثير من مشاكل ديال البشرة وكتساعدها الجلد على امتصاص الأكسجين إذا ما تستهنوش بمطايشة واستغلوها بزاف في القوماجات وفي الماسكات أنا هنحاول نبرتاجي معاكم بعض الماسكات في الفيديوهات الماجئة باش ما نطولش عليكم هذا ونقول لكم بسلام عليكم وما تنسونيش فليلايك